تبحث إناث حشرات البعوض عن تجمعات المياه الراكدة لأنها المكان الوحيد المناسب لوضع بيضها واستمرار تكاثرها والتخلص من هذه التجمعات هو الوسيلة الوحيدة لمنع تكاثر البعوض وانتشاره وخصوصاً بعد تساقط الأمطار أو عند الإسراف في ريحة ديقة المنزل لذا يرجى منع يتسرب من صنابير المياه التأكد من تغطية خزانات المياه وفتحات الصرف الصحي بإحكام تغطية المسبح بعد استخدامه التخلص من المياه المتسربة من المكيفات وثلاجات التبريد والتأكد من سلامة شبك النوافذ والثقوب الصغيرة التي تمنع دخول البعوض للمنزل وأيضاً من طرق الحد من انتشار البعوض في المزارع الحرص على تجديد مياه وشرب الحيوانات كي يتعدر على البعوض وضع البيض وكما يجب إغلاق آبار المياه بعد الاستخدام اشتركوا في القناة